بعد تفردها بالمشهد السياسي في العراق تسعى أحزاب الإطار التنسيقي إلى التحكم بجميع مؤسسات الدولة ومواردها وهذه المرة تريد التحكم بسوق العملة مصادر مصرفية وسياسية حذرت من خطط لقوى نافذة مرتبطة بالإطار التنسيقي للسيطرة على مزاد العملة في البنك المركزي العراقي في أكبر عملية احتيال عرفتها البلاد منذ الاحتلال الأمريكي المصادر كشفت أن الأيام المقبلة ستشهد تجاوزات وتلاعبات كبيرة في مزاد العملة إن لم يتم الضغط على تلك القوى المتنفذة لإيقاف خطتها تحذير المصادر المصرفية تزامن مع إصدار البنك المركزي تعميما إلى المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة يطلب فيها إيقاف التعامل بعملة الدولار الأمريكي مع أربعة مصارف أهلية مع جواز التعامل معها بالعملات الأخرى وتذرع تعميم البنك بأغراض تدقيقية لهذا الإيقاف إلا أن مصادر قانونية عزت الإجراء إلى هيمنة قوى سياسية وحزبية بواجهات شركات مصرفية على مزاد العملة مبينة أن المصارف الأربع المعنية بالتعميم مملوكة لجهات سياسية نافذة لكن مسؤولية إدارتها تقع على بضعة أشخاص الأرقام المنشورة على موقع البنك المركزي أظهرت انخفاضا كبيرا في معدلات بيع العملة الأجنبية من خلال النافذة الرسمية لمزاد العملة التي يقيمها البنك الأمر الذي يشير إلى مخطط لاقتصار المزاد على جهات معينة تخطط لعملية احتيال كبيرة واشنطن ليست بمعزن عن هذا الحراك المالي في العراق حيث اتهمت صحيفة نيويورك تايمز الولايات المتحدة بالتغاضي عن مخططات التزوير التي تحوم حول مزاد العملة في البنك المركزي العراقي مع أن أغلب أموال هذا المزاد القادمة من البنك الفيدرالي الأمريكي عن مبيعات النفط العراقي تذهب إلى إيران والسوريا وميليشيا حزب الله اللبناني تثبيت أركان الدولة العميقة للميليشيات الموالية لإيران مهمة تقوم بها حكومة السوداني مستغلة الدعم الدولي لها ونفوذ ميليشياتها على الصعيد الداخلي ترجمة نانسي قنقر